أول عملية جراحية ناجحة لفصل توأم سيامي متصل في الأردن جرت هنا في المستشفى التخصص عملية نادرة ومعقدة تطلبت إجراءات لوجستية وطبية قبل العملية وبعدها على يد فريق اختصاصي ضم 25 من خيرة الأطباء الاستشاريين والفنيين نجحت عملية فصل التوأم السيامي أحمد ومحمد بجهود مضنية استمرت فترة التحضير لهؤلاء الأطفال لمدة خمس شهور كان وزنهم 2 تقريباً 3 كيلو قبل الفصل يجب أن يكون وزن الأطفال 9 كيلو كانوا ملتسقين في عظم القفص الصدري والكبد وجدار البطن والجلد ما بين الطرفين استغرقت العملية ثمانية ساعات ما بين فصل وقطع وزراعة للجلد بالإضافة إلى الإغلاق التجميلي عالي الدقة مراحل متعددة كان فيها للتخدير دور معقد لكنه أثمر نجاحاً منقطع النظير قررنا أنه نلوم الطفل الأول لوحده وبعدين الطفل الثاني بعد أن نطمئن على الطفل الأول نعمل أنه نلوم الطفل الثاني ومن فعل كان لازم أنه يكون في تعاون بين التيمين لأنهم هذول متقابلين مع بعض ليس مثلاً أنهم مجيين على ظهرهم فبالتالي كان لازم الفريق الثاني لما نلوم الطفل الأولاني يقوم برفع الطفل الأول بزاوية 90 درجة عشان نحن نقدر نلوم الطفل الأولاني للتوقيت تقريباً أخذ مننا حوالي ساعة ونص عبير ما قدرنا أن ننهي عملية التخدير هذا في البداية خلال مرحلة الفصل كانت مهمة صعبة لأنه كيف أحافظ على الطفلين وأحافظ على قراءاتهم الحيوية ومن ضغطهم ونبضهم بشكل جيد وما يصير لدي نزيف هذا كانت عملية وليس سهلة على مدار ثلاثة شهور بعد العملية رقد أحمد ومحمد في العناية المركزة طفلان بعمر الزهور يستعدان للعودة إلى وطنهما اليمن بعد رحلة علاج شقت لكل منهما طريقة حياة جديدة لان شهين عمان قال ما يدين